أعزائي طلاب الصف السادس الابترائي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معي ودرس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية وهو درس الأقاليم المناخية والنباتية في وطننا العربي هل تعرف أهم الأقاليم المناخية في وطننا العربي وخصائص كل منها؟ هنتعرف ده يا أولاد من خلال درسنا النهاردة نتج عن امتداد وطننا العربي نحو 40 دائرة عرض وبمساحة تزيد على 13 كيلو متر مربع وجود نتج عن الدائرة العرض والمساحة دي يا أولاد وجود مناطق متشابهة في الظروف المناخية من حيث حرارة ورياح وأمطار تعرف بالأقاليم المناخية إذن ما هو الإقليم المناخي؟ هو منطقة جغرافية من سطح الأرض تتسم أو تتصف بخصائص مناخية متشابهة من حرارة ورياح وأمطار تميزها عن غيرها يبقى الإقليم المناخي عبارة عن منطقة جغرافية من سطح الأرض يا أولاد بتتصف بخصائص مناخية متشابهة سواء في درجة الحرارة أو في الرياح أو في الأمطار بتميز المنطقة دي عن غيرها من المناطق هذه الأقاليم التي توجد في وطننا العربي ثلاثة أقاليم مناخية كبرى تتمثل في إيه يا أولاد؟ إقليم البحر المتوسط الإقليم الصحراوي الإقليم المداري نيجي لإقليم البحر المتوسط يقع في الأطراف الشمالية من الوطن العربي بين دائرتين عرض 30 درجة و 37.5 درجة شمالا يشمل المناطق المجاورة على سواحل البحر المتوسط في شمال إفريقيا في كل من بلاد المغرب العربي إيه يا أولاد بلاد المغرب العربي؟ إيه يا أولاد بلاد المغرب العربي؟ الجزائر وتونس والمغرب ومصر البلاد التانية اللي على سواحل البحر المتوسط يعني ومصر وليبيا وفلسطين ولبنان ومعظم سوريا وشمال العراق طب بيتسم بإيه أو بيتصف بإيه هذا الإقليم؟ بصيف حار جاف وشتاء دافئ وممتر وشتاء دافئ وممتر يبقى بصيف حار جاف وشتاء دافئ وممتر تنتشر فيه أشجار الأرز والزيتون والصنوبر وتنتشر فيه حشائش الاستبس التي تربى عليها الماعز والأغنام نجل الإقليم الثاني الإقليم الصحراء والحار بيشغل معظم الوطن العربي يبقى أي اللي بيشغل معظم الوطن العربي من الأقاليم الإقليم الصحراء والحار إذ يمتد بين دائرتين عرض 15 درجة و30 درجة شمالا ويقع من الخليج العربي شرقا حتى ساحل موريتانيا غربا كما يشمل النطاق الساحلي من الصومال بتنتشر فيه بعض النباتات التي لها القدرة على تحمل الجفاف والحرارة زي نبات إيولاد الصبار وبتعيش فيه حيوانات مثل ثعلب الصحراء والزواحف طب بيتسم بإيه؟ بندرة الأمطار الأمطار فيه نادرة طوال السنة وقد تسقط على هيئة سيول في بعض المناطق طيب في فصل الصيف يتسم فصل الصيف بشدة الحرارة يعني حرارة جيدة جدا التي تصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية طب في فصل الشتاء يتسم فصل الشتاء بأنه معتدل النهارا وشديد البرودة ليلا حيث تصل الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق لذا يولاد فالمدى الحراري كبير في معظم صحاري الوطن العربي نيجل الإقليم المداري يقع في جنوب الوطن العربي ويشمل أجزاء من الصومال وجيبوتي والسودان وموريتانيا والجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية وبيتميز بشتاء معتدل جاف وصيف حار ممطر تنمو فيه حشائش السافنة وتعيش فيه حيوانات مثل الزراف والأسود نيجي للمحميات الطبيعية في الوطن العربي إن وطنان العربي يمتاز بتنوع أقاليمه المناخية زي ما قلنا مما أدى إلى إيه؟ تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية ولكنها تتعرض لمخاطر طيب يبقى إيه أسباب نشأة المحميات الطبيعية اللي عملها الوطن العربي؟ هنعرف الأول الأسباب يعني الأسباب اللي خلتهم يعملوا المحميات الطبيعية تتعرض الحياة البرية لمخاطر نتيجة لي واحد تطور الأنشطة البشرية اثنين تدهور الموارد النباتية ثلاثة انقراض أنواع عديدة من الحيوانات البرية يعني بتنتهي بتموت وبتقوه ومعتش الحيوانات ده الحيوانات دي بتشوفها تاني الحاجات دي الأسباب دي دفعت دول الوطن العربي إلى إقامة العديد من المحميات الطبيعية طب إيه أهمية هذه المحميات واحد تساعد في الحفاظ على الحياة البرية بما تتضمنه من نباتات طبيعية وحيوانات برية اثنين تنشيط السياحة وجذب السياح ثلاثة تساعد في تحقيق التوازن البيئي والحد يعني التقليل من التلوث تحقيقا للتنمية المستدامة يبقى دي الأهمية أشهر هذه المحميات إيه أولاد واحد محمية أرز الشوف في لبنان اثنين محمية ضانا في الأردن ثلاثة محمية جبل علبة في مصر حماية المحميات الطبيعية تتعرض هذه المحميات إلى تهديدات بشرية منها واحد الرعي الجائر والصيد الجائر والتلوث البيئي لذا اتخذت معظم الدول العربية إجراءات مثل سن القوانين ضمانا لحمايتها يعني معظم هذه الدول العربية سنت قوانين علشان تضمن إيه حماية هذه المحميات نيجي لليوم العالمي للحياة البرية يحتفل العالم يوم 3 مارس من كل عام باليوم العالمي للحياة البرية طب دي بهدف إيه أولاد التأمل في تنوع الحياة البرية التي هي سواء الحيوانية أو النباتية 2 التوعية بضرورة حماية الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالإنقراض 3 إيجاد حلول للحفاظ على هذه الحياة البرية بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 4 النظر إلى ما يقدمه تنوع الحياة البرية من منفعة البشرية لأنها طبعا تنفع البشرية 5 تعزيز استخدام الحيوانات والنباتات البرية بشكل مستدامي يعني بشكل مستمر 6 ضمان صون يعني حماية الحياة على الأرض وضمان استمرارية التنوع البيولوجي وذلك يا أولاد نحل الأسئلة مع بعض السؤال الأول أكمل العبارات الآتية 1 يسود الوطن العربي كم أقاليم مناخية كم أقاليم يا أولاد 3 أقاليم مناخية كبرى 2 يشمل أقاليم البحر المتوسط المناطق المجاورة لسواحل البحر المتوسط لكل من إيه وإيه طبعا يا أولاد لكل من بلاد المغرب العربي ومصر وليبيا وفلسطين ولبنان ومنظم سوريا زي ما قلنا 3 الإقليم الصحراوي يتميز بمناخ معتدل نهارا في فصل الشتاء برافو 4 تقع محمية أرز الشوف بدولة إيه لبنان برافو 5 تنتشر في إقليم البحر المتوسط أشجار إيه وإيه برافو الأرز والزيتون والصنوبر 6 إقليم مناخي يتميز بشتاء معتدل جاف وصيف هو إقليم إيه برافو هو الإقليم المداري 7 المخاطر البشرية التي تهدد المحميات الطبيعية منها إيه وإيه برافو الرعي والصيد الجائر السؤال الثاني أكتب كلمة سواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة 1 تعد محمية دانا بالأردن من أشهر المحميات الطبيعية بالوطن العربي برافو سواب طبعا 2 يتسم الإقليم الصحراوي بدرجة حرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق برافو الإجابة سواب 3 تربى الماعز والأغنام في الإقليم المداري برافو الإجابة إيه خاطئة الإقليم اللي هو الإيه إقليم البحر المتوسط طبعا مش المداري 4 تنمو الحشائش السافانة في إقليم البحر المتوسط برافو الإجابة خاطئة يقل المدى الحراري في معظم الصحار الكبرى بالوطن العربي برضي أولاد خطأ 6 تنمو النباتات التي تتحمل الجفاف في الإقليم المداري برضو طبعا خطأ يحتفل العالم يوم الثلاثة مارس من كل عام باليوم العالمي للحياة البرية برافو الإجابة صحيحة يشمل معظم أو يشغل معظم مساحة الوطن العربي الإقليم السحراوي ممتزين الإجابة سواب سؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 1 يمتد إقليم البحر المتوسط في الجناح الأسيوي للوطن العربي في دولتي إيه أولاد قطر والبحرين اليمن وعمان فلسطين ولبنان أم العراق والأردن برافو فلسطين ولبنان 2 محمية جبل علبة من أشهر محميات الوطن العربي التي تتقع في دولة لبنان الأردن السودان أم مصر برافو في دولة مصر 3 حشائش الإستبس تنمو ضمن الإقليم المناخي البحر المتوسط ولا السحراوي ولا المداري ولا الموسمي طبعا يا أولاد البحر الإيه المتوسط 4 تقع دولة فلسطين ولبنان ضمن الإقليم المناخي أنهي البحر المتوسط ولا السحراوي ولا المداري ولا الموسمي برافو برضو البحر الإيه المتوسط 5 يمتد الإقليم المداري في شمال جنوب شرق غرب الوطن العربي الإقليم المداري بيقع فين برافو يقع في جنوب الوطن العربي 6 إقليم مناخي يشمل النطاق الساحلي من الصومال وتندر به الأمطار هو الإقليم أنهي المداري الصحراوي هو إقليم البحر المتوسط ولا الموسمي برافو هو الإقليم الإيه الصحراوي 7 تنتشر النباتات التي لها قدرة على تحمل الجفاف في الإقليم المناخي 8 يعيش الزراف والأسود بالإقليم البحر المتوسط 8 يعيش الزراف والأسود بالإقليم البحر المتوسط الصحراوي المداري أم الموسمي طبعا يا ولاد زي ما شرحنا وقلنا المداري السؤال اللي بعد كده صوّب ما تحتهو خط يوجد بالوطن العربي خمسة أقاليم مناخية كبرى برافو ثلاثة أقاليم 2 ينتشر في الإقليم المداري نباتات مثل أشجار الأرز والزيتون والصنوبر طبعا يا ولاد البحر المتوسط 3 تقع محمية ضانة في الوطن العربي بدولة مصر برافو الأردن 4 تنمو حشائش السافانة بالإقليم الصحراوي بالوطن العربي برافو المداري 5 تنتشر في حشائش الاستبس تربية الزواحف والثعالب برافو الأغنام والماعز 6 يمتد إقليم البحر المتوسط في الجزء الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية برافو الأقليم المداري السؤال اللي بعد كده يا ولاد بيقول لي اكتب ما تشيروا إليه العبارات الآتية 1 منطقة جغرافية من سطح الأرض تتسم بخصائص مناخية تميزها عن غيرها برافو إقليم مناخي طيب إقليم مناخي يقع على الأطراف الشمالية للوطن العربي برافو إقليم البحر المتوسط طيب إقليم مناخي يمتد من الخليج العربي شرقا حتى ساحل موريتانيا غربا برافو الإقليم الصحراوي 4 إقليم مناخي يشمل الجزء الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية ممتازين جدا الإقليم المداري 5 إقليم مناخي يشغل معظم مساحة الوطن العربي برافو الإقليم الصحراوي سؤال اللي بعد كده بيقول أمامك خريطة صماء لوطننا العربي اكتب مدلول الأرقام التالية 1 إقليم إيه ده إقليم إيه يا أولاد برافو إقليم البحر المتوسط 2 دولة برافو السعودية 3 إقليم الإقليم الصحراوي ممتازين 4 دولة موريتانيا برافو 5 إقليم الإقليم المداري برافو 6 المحيط برافو المحيط الهندي السؤال ده يا أولاد سؤال مهم جدا حدد العنصر المختلف 1 بيقول لي أشجار الأرز صبار صنوبر زيتون مين فيهم طبعا اللي مش أشجار برافو صبار 2 فلسطين الصومال لبنان ليبيا مين فيهم اللي في التجاه الثاني مختلف عن التانيين برافو الصومال 3 جيبوتي موريتانيا السودان مصر برافو المختلف هو مين مصر وبكرة يا أولاد أنهاينا درس اليوم إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم